مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحرة في حلقة اليوم برنامج شوار خاصة التي وحور فيها الدكتور أحمد المساري رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية مرحبا بكم دكتور في برنامج شوار خاصة مرحبا بكم سهلا السؤال فهواء والانتخابات جاية يعني عندنا خير بس أريد أبدي من دكتور تصريح إليك اليوم على ماذا هو طازج الموضوع موضوع الحجز والمصادرة لأموال هذا التطبيق القانون اللي شرعت به المسائلة والعدالة وبالمناسبة اتصل بيه ليل أمس يعني مسؤول بمسائلة والعدالة ليشكوا يقول كلما يجي نطبق قانون يتخذ علينا الأحزاب وتقول لتم طائفين انتقائيين مدرشين بينما يقول اللي ينتقدون هم المشرعين يقول القانون راح من مجلس الوزراء للبرلمان البرلمان شرعه يجينا نطبق الفقرة يقول الهد الصير علينا لا على رئيس الوزراء ولا على نفسهم فأريد أبدي في هذا الموضوع لأن حضرتك عندك تصريح على الموضوع تقول القانون استثنى عشرات الآلاف واللي يبقى من عنده بس أربعة آلاف المقصود هنا بالاستثناء القانون استثنى لو تقصد أو تلمح إلى أن التطبيق انتقائي من قبل الهيئة شوف هذا الموضوع مهم جدا وحساس وخاصة يطرق في هذا الوقت ويجب أن يوضح تماما لأسادة المشاهدين حتى لا يبقى هذا اللغط وممكن تكون فيه مزايدات من بعض الأطراف وكذا لأن هذا القانون كنت من أوائل الذين عملوا عليه نحن الآن معترضين ليس على القانون القانون تبنينا وإنما على طريقة تطبيق القانون لماذا يبقي هذا القانون أربعة آلاف أربعة آلاف عدد كبير جدا منهم متوفين منهم استشهدوا في محاربة الإرهاب القانون حدد أسماء له معايير لا لا القانون حط معايير بس من تجي تطبق الأسماء العدد كبير جدا ونوعية الأسماء أيضا فيها ناس شهداء وفيها ناس قارعوا الإرهاب فإحنا معترضين اعتراضنا على طريقة تطبيق وتنفيذ القانون دكتور أنا أريد أرجع أأكد بأنه الموضوع أنتم القانون شرعته القانون بمعايير الآن لما تقولون حضرتك تقول القانون إحنا متبنينا وإحنا دعينا إلى طيب إذن المشكلة بالمعايير إذن الكلام الآن موجه للمسائلة العدالة كأنه تقولون المسائلة كأنه تقولون المسائلة تستخدم المعايير في تطبيق انتقائي يجي تقولون شوف إحنا اعتراضنا على هذا العدد الكبير من الأسماء التي يعني شملها هذا القانون وبيهم ناس شهداء وبيهم ناس متوفين وإلا القانون قانون 72 لسنة 2017 واللي شرعناه كان يتكلم عن إلغاء قراري 76 وتعرف عدد المشمولين بالحجز بقراري 76 بإحصائية مؤكدة من قبل هيئة المسائلة العدالة كان العدد 49700 مشمولين بعملية الحجز الحجز والمصادرة للأموال نحن من شرعنا القانون بالمناسبة القانون جاءكم مقترح من الحكومة نعم مقترح من الحكومة وإحنا عدلنا عليه على أنه يلغى القرار 88 ويلغى القرار 76 لكن تدري كان مطلبنا في تشريع القانون في حين بأنه يلغون تماما ويذهب من لديه اعتراض يذهب للقضاء والقضاء هو من يحسم الأمر لمن هو مطلوب يعني غير اللي اقتصبوا أموال خلاص القضاء هو يبت به لكن تدري مو كل اللي تريد أنت تقدر تنفث لأنه أنت تكون كتل سياسية هاي الكتل السياسية ممكن أن لا تحط كل اللي تريد بالقانون بفضلط أنتم موين معترضين أنتم بتتهمون المسائلة والعدالة أخي احنا اعتراضنا على العدد اللي صدر من تطبيق القانون اللي هو 4000 المفروض ما يكون هذا العدد ولا بنوع المشمولين وأنا ليش أريد أريد أوضح القانون بالضبط القانون يتكلم عن الغاء 88 76 ويبقي ويبقي الفئات الآتية صدام حسين وعائلته للدرجة الثانية هؤلاء مشمولين بالمصادرة قائمة الخمسة وخمسين وعوائلهم مو كل واحد عائلهم لمن ثبت بحقه بحكم قضائبات تملك العقار بسبب تولي المنصب وهذا لازم أكون حكم قضائبات لعوائلهم إلى الدرجة الثانية أنهم تملكوا العقار بسبب تولي المنصب إذا سيكون بس الخمسة وخمسين ومن ثم الحجوزات للمحافظين وعضاء الفروع وبدرجة عميد في الأجهزة الأمنية حصرا هؤلاء المفروض المشمولين اللي ما قدرنا نمررهم برفع الحجز مو احنا لكن ما قدرنا نمررهم بعدم الشمول واضح تدر المسائلة والعدال يقولون يقولون لدينا معايير قانونية وهذه المعايير بدنا نطبقها المتضر الذي يجب بأنه هو ممشمول وإحنا أخطأنا يروح يرفع دعا وقضاء صحيح هذا القانون هذا القانون كان يتقوم من ذلك يقولون هذا هو هذا الوضع الجماعة يتهموك هم المسائلة العدالية يتهموك يريدون يثيرون لغط إعلام الغاية من عند انتخابية وإلا هي شيء المشكلة أي قانون يصير بخطأ في التنفيذ وحيف على المواطن المواطن ببساطة يروح للقضاء يقولون يا بني ما مشمول بهذه المعايير وخلص اتهى الموضوع ها يضجع كل هاليش شوف يعني ما هو لأنه العدد 4000 عدد كبير ونوعية الأسماء المذكورة أيضا به ناس قلت لك شهداء فأدى إلى هذا النغط وإلا ثبت بالقانون أيضا حتى من يبقى مشمول بالقانون حتى العدد مهما كان نحن بجوز باننا كان عدد قليل هسا عدد 500 600 وذولا لهم مجال أن يطعنون في مرحلتين المرحلة الأولى في لجنة تشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هل تفاصيل من احتاجه لا بخالف بس هل توضح للمشاهد ضروري جدا أنه يطعن باللجنة المشكلة وإذا اللجنة ما أنصفته فيروح يطعن بالقضاء والقضاء ممكن أن ينصف على أساس بأنه ما يحجز أو يصادر عقار إلا بسبب تملكه بسبب المنصف هذا القانون ضامن الحقوق ولهذه الفئات ضامن الحقوق بعد ليش تتهمون يعني الكلام وقلت لك الاعتراض اللي صار لأنه العدد كان كبير ونوعية الأشخاص المشمولين هذا فقط يمكن ما ممكن الاعتراض دكتور ما دام القانون يطبقوا تناقشتوا كثير من الأخوة قالوا العدد كبير 4000 ونعم وانهم أقول العدد كبير 4000 ونحن ما ممكن أن نقبل بهذا العدد الكبير لكن مع هذا نحن نطالب بأن يكون إنصافهم من قبل اللجنة التي ستشكل في الأمانة العامة للمجلس الوزراء ومن خلال القضاء إذا ما أنصفتهم اللجنة طيب دكتور نجي ندخل بالموضوع الانتخابي وهناك من يعني ينتقل تحالف الكواب يقول بالأساس تحالف القوى أنشئ تأسس من أجل يجمع من أجل أن يجمع المكون السني مقدمة للانتخابات حتى يدخلوا للانتخابات في قائمة موحدة هذا كان الهدف وحتى أكو تطريحات تشير إلى هذا الغرض الآن يبدو التحالف تشظى وطلعت عدة قوائم انتخابية فما حقق الغرض من عنده أصحح لك معلومتك ولأستاذ المشاهدين وأنا قايلها في عدة لقاءات سابقة على القنوات الإعلامية بأن تحالف القوى الوطنية العراقية هو تحالف سياسي وليس انتخابي وأنا أؤكد على هذا الموضوع وفي كل لقاء أنا أقول أن تحالف القوى الوطنية لا عف الهدف الهدف نحن نعرف ما لعلاقة بس إحنا اللي أسسنا هذا التحالف وإحنا نعرف الهدف الذي أنشئ من أجل هذا التحالف التحالف تحالف سياسي وليس تحالف انتخابي والتحالف يرى أن دخول الانتخابات في قوائم متعددة يحقق له نتائج أفضل مما لو دخل بقائمة واحدة وأنت تعرف بأنه يحكم هذا الموضوع حكم النظام الانتخابي المقر في القانون اليوم الذي قر في القانون هو النظام الانتخابي سانت ليغو 1.7 وهذا كما تعلم ويعلم المختصين في هذا الأمر أنه يخدم القوائم المتوسطة ويعطي لها مقاعد أكثر مما أن تدخل بقوائم كبيرة فكان تعدد القوائم لتحالف القول الوطن العراقية معناها من الناحية التكتيكية لتحالفية أفضل مما أن ندخل بقائمة واحدة وهذا اللي احنا كلنا مقتنعين به ودخلنا على أساسها هذا كلام دكتور صحيح لو كانت القضية مطبوخة يعني قاعد تحالف القوة بجميع قياداته وقال ليه يابا خلينا نتوزع على قوائم أسأل أنت ليش تحجي بمكانة؟ أسأل أنت ليش تحجي بمكانة؟ ما هو هذا؟ أسأل أني مو رئيس التحالف؟ أنا جاء أن أقول لك وجهة نظر التحالف ورأيي التحالف والقرار الذي اتخذه والتحالف احنا كنا قادرين بسهولة على أن ندخل بقائمة واحدة لكن لو دخلنا بقائمة واحدة نتائجنا رح تكون نفس الآن من دخلنا بقائمة متعددة هل نتحاور له لا؟ أكيد خلينا أنقل وجهات نظر تعرف الشارع وآن متابع لك عدة لقاءات صار بيها جدال على هذا يعني تم مناقشة أطراف هذا الموضوع توكل بالله طيب الناس يقولون صحيح هذا الكلام له القضية مطبوخة على نار هادية ومتفقيل لا الموضوع موهج الموضوع أكو اختلاف وعدم قدرة على الاتفاق وهذا شأن القيادات المكون السني من البداية لا تستطيع أن تجمع واتهان طبعا لكم من قبل ناخبيكم وآن اليوم متصل بعدة أشخاص من عدة محافظات أنه أنتم لم تستطيعوا أن تجمعوا كلمتكم كلمة واحدة حتى تتحققون مطالب الناس هذا الكلام غير دقيق ومو صحيح أبدا ونحن كتحالف أيضا عندنا تكتيك وعندنا سياسة ننتهجها سياسة انتخابية وبالاجتماع الأخير للهيئة الإدارية والهيئة القيادية العليا للتحالف وبعد الاجتماع للهيئة السياسية وهي مئة شخصية تمثل التحالف طرح هذا الموضوع ونوقش بإسهاب وبطريقة عميقة جدا وطلعنا بنتيجة بأن دخولنا بهذه الطريقة يحقق نتائج أفضل مما ندخل بقائمة واحدة وعلى هذا الأساس دخلنا ونحن أعلم بسياسة التحالف مما يقول الشارع طيب أنا لا أستمد الأقوال الشارع أقول لك مثلا رأيي للدكتور آياد السامر رائي يعلق يقول نحن لا نطع العين نحن لا نطلع من التحالف رغم أنه التحالف لم يحقق الغاية من دخول الانتخابات بقائمة واحدة أو يعني خلاص أنا أخمت لك خلقك أنا لا أقول لك من الشارع فالدكتور آياد السامر رائي يقول يقول رغم أنه هذا الهدف ما تحقق لكن خلينا نركز على جوانب إيجابية موجودة بالتحالف فشي يعتقد هو؟ يعني معناته شي يقول يقول هذه كانت مشكلة لم يحققها وهذا كان هدف كان المفروض يحققها لكن نحن نمسكين بي لأنه هناك غايات أخرى لا افتهمت كلام سيد آياد فهم خاطئ سيد آياد من الذين كان طرحهم فسا نقول لك كل الهيئة الإدارية اللي هي 25 شخصية كان يطرحون طرح واحد يقول لك لا كانت هناك جهات تطرح أنه خلنا نذهب قائمة واحدة وكهو جهات أخرى في التحالف تقول لا نحن الأفضل أن نروح قوائم متعددة والخيار صار بالأغلبية بأن نذهب بقوائم متعددة ومضينا على هذا الأساس ففهم كلام السيد آياد والدليل على ذلك أنه احنا اليوم كلنا في تحالف القوى الوطنية العراقية موقعين على وثيقة بيننا أنه نحن بعد الانتخابات سنكون كتلة واحدة كل القوى المنظوية تحت تحالف القوى الوطنية العراقية ما قلت توقعون راح تجيبون؟ حسنا نعتقد أنه سنحصل على ثقة جماهيرنا وأنا ما أقول أرقام لأنه حتى لا نكون منجمين ولكن سنحصد أغلبية مقاعد المناطق اللي نمثلها بالمناسبة طلعت على تقرير أصدرتها منظمة يعني منظمة بحثية تقرير إلى علاقة بالأوزان الانتخابية يعني شلون؟ يعني راقبة كل قائمة داخل الانتخابات بشقد بيها أعضاء حاليين بالبرلمان وحسبة أصواتهم طبعا أكيد هذا مو حساب دقيق بس هو معناته بس يميز ويفرق بين القوائم اللي عدتها نواب يعني مثلا هذا القائمة بيها خمس نواب بشقد عدد أصواتهم أبدا هذا معيار مدقيق أكيد تدري ليش؟ بس هو معيار لا لا هذا فائل انتخابات معيار أبدا ما يعتمد تدري ليش؟ ليش؟ لأنه سيكون هناك تغيير كبير للمرحلة القادمة حسب قراءتي وقراءة الجمهور اليوم اللي تابع الجمهور سيكون هناك تغيير في الوجوه السابقة وتغيير ليس بالسهل كبير فلذلك ما تقدر تقول أنه اللي موجودين نواب هم دولة نفسهم رح يعودون أو رح يحصنون على نفس الأرقام السابقة أنا ما أقول يحصن على نفس الأرقام السابقة بس أقول هو معيار هو يعني لا ينطبق هذه المرة على هذه الانتخابات لأنه وصلت إلى نهاية هذا الجزء أقرى لك المعيار هذا أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل قصير من جديد أرحب لكم أعزائي المشاهدين كثيرا مثل ما قلت لك يعني مثلا قائمة مالتكم بها سيد بسامة نجيفي بها دكتور سلمان جميلي وزير التخطير طلال الزوبعي وحضرتك وبيها إبراهيم الشعبان تمام هذولا هم أعضاء يعني عدهم مقاعد مجموعة أصواتكم تكمل 147.419 طبعا معظمهم السيدة سامة نجيفي يعني هو بوحدة 112.5 فعزاء التغيرات الصعبة قاعدتكم شريحتكم الانتخابية يعني تعرف حوثة مهجرين يعني مثل بنقول بالعراق بأيام الخير هذه أصواتكم بهذه الأيام اللي هي أيام شتات وأيام مصاعب شون يعني مطمئنين إنه راح تحصدون أصوات أولا نحن الآن نازلين إلى قاعدتنا الانتخابية ببرنامج انتخابي وهدف نريد نحققه نعتقد أنه في حل مشاكل مناطقنا اتداء من تبني إعادة عمار المناطق التي دمرت ثم بتحقيق الدولة المدنية التي سعتمد على مبدأ المواطنة لأننا وجدنا بأن هذا هو الحل الأمثل لمشاكل العراق وإذا بقى العراق على نفس السياسات السابقة فأنا لا أعتقد بأنه حل قريب في الأفق يلوح للعراقيين لكن تبني الدولة المدنية التي تعتمد مبدأ المواطنة ونبذ السياسات الطائفية التي كان يدار بها البلد خلال مرحلة الماضية ومكافحة معالجة الفساد الذي استشرى في جسد الدولة العراقية بكل مؤسساتها هو السبيل الوحيد لبناء دولة قادرة على النهوض وقادرة على بس دكتور هذا كلام عام يعني هذا هدف نسع لتحقيقه هذا كلام عام المقصود بي مو بس حضراتكم مو بس قائمتكم أو تحالفكم هذا يقول لك هدف عام كل الآن الأحزاب والقوام الانتخابية تقدم هاي العناوين نعم كلها الآن قام تقول دولة مدينية كلها تقول مكافحة الفساد كلها تقول لا للتحاصص لا للطائفية كلها نفس الشي السؤال أنتم الآن موجودين بالحكومة موجودين بالبرلمان وعلى مستويات يعني تعرف حضرتك فما لم تستطيعوا وأنا أتكلم باسم المواطن يعني اللي أسمعه أنقل ما لم تستطيعوا أن تقدموه في الفترة السابقة وأنتم بالبرلمان وبرئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس النواب ليش تريدون تريدون أن نصدق أنه راح تقدمونا بالمستقبل القريب أولا من الظرف اللي مر بي العراق خلال مرحلة الماضية كان ظرف عصيب جدا على العراقيين جميعا وداعش كما تعلم اللي هي الكارثة الكبرى اللي مرت بمناطقنا كانت يعني داعش صنيعة دولية مو بس عراقية وهذا الكارثة الكبيرة اللي حلت على كل مناطقنا لم نستطع أن نقل بها لأنه لم نكن نمتلك أدوات تمكننا من أن نقف بوجهها أو نعمل شيء لهذه المناطق نحن كان دولة ما تقدر حكومة وهذا وضع مستمر لا اليوم اليوم العراق استطاع أن ينهي داعش صحيح ونحن نهيئ نفسنا لمرحلة ما بعد داعش هسا داعش كانت كارثة مرت على العراقيين جميعا بكل مكوناتهم وأدت إلى ما أدت إليه لكن داعش اليوم تناخي العراقيين جميعا تعاونوا فيما بينهم أنهوا داعش وانتهى الإرهاب إن شاء الله في كثير من المناطق وبدأنا الآن نبني لمرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد داعش ما هي هذه المرحلة التي ممكن أن تنجح نحن شخصنا شخصنا شنو أسباب الفشل في المرحلة الماضية والآن نضع علاج لهذا الأسباب هذا الفشل حتى نمضي للمرحلة القادمة ولدينا أيضا نحن لدينا كثير من المرشحين من الوجوه الجديدة انظر أخي العزيز نحن شخصنا بأن أسباب الكوارث والفشل التي مرت خلال المرحلة الماضية كان سببين مهمين السياسات الطائفية التي انتهجت خلال المرحلة الماضية في إدارة البلد طائفية كانت مرض خطير جدا والفساد الذي استشرى في جسد الدولة العراقية قبل من ناقش نحن في تحالف القرار لا أحد يستطيع أن يؤشر علينا بهاتين الجزئتين أو بهاتين المرضين نحن كل اللي معانا من قوى سياسية وشخصيات لا أحد يستطيع أن يتهم أحد بهذه المرضين تعتقد أن هناك واحد يقول من قادة الكتل أو قادة الأحزاب ما يكرر هذا الكلام نفسي ويقول نحن ما علينا أي مؤشر الشارع هو الذي سيميز خلاص أنا أثق بالشارع والشارع هو الذي سيميز وهو الذي سيختار أنا اليوم على ثقة بأن الكرة في ملعب الشارع العراق خل نجي للشارع الشارع العراقي هو من سيختار صح خل نجي للشارع لأنه سيتذكر جيدا المواقف للسياسيين خل نجي للشارع شارعكم وعذرا على هذه التسميات هي صارت أمر واقع شارع المكون السني وبالذات على معالجة المواقف المشاكل التي أنتم الآن بصدد طرحها ببرنامجكم الانتخاب إذا استبعدنا موضوع عادة الإعمار والتي هو خارج الإمكانيات موضوع عودة النازحين والمشاكل الموجودة بياناتهم يعني الآن تعرف حضرتك ثارات وثارات وعذرا مرة ثانية بين قوسيا سنية سنية عف المشاكل بينهم و بين الحشل تدري هذا يتهم هذا وهذا مدري شنو وكذا أكو قضايا ما إلهي علاقة بالإعادة الإعمار شوف هاي الموضوع أبدا تم تجاوزه تماما لا لا خلينا جاوبك عليه تم تجاوزه تماما ما كم سؤال بس أوكي تم تجاوزه مثلا في موضوع عادة النازحين اليوم الكثير من المناطق أنا أتكلم عن بغداد أنا ابن بغداد أنا وبمتابعة دقيقة مع الجهات المختصة المتمثلة بقيادة حمليات بغداد وقيادة الفرقة السبعة عشر وقيادة الفرقة السادسة وبالتنسيق وتعاون مع القائد العام قوات المسلحة استطعنا أن نعيد كل العوائل النازحة في حزام بغداد تدري دكتور الآن أنا أنقل لك الإحصاعات ما للهجرة المهجرين الهجرة تقول تقريبا كذا وأربعين نسبة العودة نعم أكو باقي قريبا نصف معايد هذول المعايدين اللي أكلم عنهم أنا قبل حوالي أشهر كنت مع مجموعة شيوخ من سامر را وقبلها كنت مع مجموعة شيوخ من وجهات طبعا وعلى ذلك خليك أمل سؤال خليك أمل سؤال دكتور من تلعفة يتحدثون عن مشاكل تحول دون عودة البقية هذا يقول أنا أريد أرسم فد حدود فاصلة بين وبين فلان عشيرة لأن فلان عشيرة قتلتنا وحرقتنا وأرجع وأؤكد عشائر سنية سنية خلينا أنا أضرب لك مثل بس أنا أقول بس اليوم الأنبار بس أنا ما سألت مجتمع عشائري أنا ما سألت أنتم دوركم هنا اللي هو هنا مو إعادة إعمار هنا شعبكم وناسكم وجماهيركم ونتج أتكلم عن شيء ما موجود سعدوني أخي ما موجود أخذ مثل الأنبار أكو مجتمع عشائري أكثر من الأنبار لا حتى مناطق باسم العشائر هاي منطقة البعلوان ومنطقة البعث لكن اليوم الأنبار تقريبا عدد كبير جدا كلها رجعت فلوجة الأنبار شو ما صارت هاي المشاكل بين العشائر أخي فقط المطلوبين اللي هما عداد قليلة من أهل المنطقة المطلوبين داعش هذولا ما يرجعون لهم ولا عوائلهم هذولا أصلا هما هما ما يرجعون لأنه ناس مطلوبين مطلوبين للعشار لكن اليوم أشو ما شفنا مشاكل صارت لا بالفلوجة ولا بالرمادي ولا بالخالدية ولا بالقرمة أنا أقول لك ليش كل هاي شو ما صارت مشاكل أنا أقول لك ليش ما يكون مشاكل دكتور أنا اللي التقيت بيهم يقولون ما نكون يعني أصلا هاي الناس ما نخليها ترجع ما راجع هاي أعداد قليلة جدا المتورط بداعش طبعا ما يرجع هذا أصلا مطلوب متورط بداعش لكن تقول لي إيش قد عدد هذه أعداد قليلة جدا يا دكتور هاي لا تشكل شيء يا دكتور أنا أعرف في أنه المتورط مباشرة حسنا ما لدي أدخل بتفاصيل هذا الموضوع لأنه يأخذ المتورط مباشرة هذا منتهين منه بس الحديث عن عوائل عن أفخار هذا غير موجود أنا بعيد عن الأنبار ترى أنا وصولي من الأنبار أنا بالبغدار شامراء ما موجود ولا في شامراء ولا أبدا أبدا سأتكلم عن شيء مواقعي اليوم العشائر والقبائل جاء ترجع وأي مشكلة ما سجلت أي مشكلة ما سجلت أنا رح أقول لك شيء بالأنبار وأنا اجتمعت بقيادات العشائرية في الأنبار كنت أنا أحد الحاضرين بالاجتماع صار وثيقة شرف والله يرحمك كان هو الشيخ ماجد علي سليمان أمير عشائر الدليم كان هو حاضر بالاجتماع في وقتها ووقعت وثيقة شرف بين عشائر وقبائل الأنبار بأنهم لا تثار أي مشكلة أي مشكلة بين العشائر واللي يطلب أحد يلجأ إلى القضاء أو من خلال لجنة حكماء تشكلها العشائر ولا يمكن بل من يريدها بريد يأخذ حق قبيدة هذا يعامل معاملة الإرهاب هذه هي وثيقة موجودة بين عشائر الأنبار وبين عشائر كل المناطق الأخرى الوسائق اللي وقعت كثيرة جدا دكتور أنا تحدث حاضرتك تتحدث تقول العودة صارت من دون مشاكل وأنا أكد عن الموضوع أنا أقول ما أحكي على العودة أنا أحكي على الناس محصورين لا زالوا بقليم كردستان وبعض المناطق الأخرى ما يقدرون يجون للعشائر لا 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 مسمى في العشائر أخذ الحكتش من عندي أنا هذا أفضل 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 ملف أنا متابعة هو هذا اللي موجودين بكردستان أنا أقول لك من التقلين لا اللي موجودين بكردستان عدم عودتهم بسبب الجهل المسلحة اللي ماسك الأرض مثلا أهل جرف الصخر أجر عجر أريد أرجع على جرف الصخر اللي مانحهم من العودة هي الفصائل اللي ماسك الأرض أنا التقيت بعشائر سنية معلوماتك أبدا مدقية التقيت بيهم أنا مختلط معهم واتصالات مستمرة معهم وأعرف إيجا أقول ورح أجيك منطقة منطقة جرف الصخر من هو المتسبب في عدم عودتهم بيناتهم لا لا جاءوا بنيمهم لازم الفكرة تصل للجمهور اللي واقف بعدم عودتهم هي الفصائل اللي ماسك الأرض أجيك على صلاح الدين عندك مناطق ويثري وأيضا السبب جرف الصخر دكتور أريد أسأل ما دام حضرتك في تحت الموضوع أنا أجلى بالمحاور عن إشجيتهم والمفقودين الآن جرف الصخر المفقودين أو مهجرين لا لا عف المهجرين نعم عدد كبيرا مفقودين تقريبا تقريبا بالألفين ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف العدد يقول ثلاثة آلاف نعم هنا أيضا يسجل عتب على القيادات نعم إنه هاي لثلاثة آلاف لم يتم البحث عن مصيرهم بشكل جاد جيد أنا رح أنا أجاوبك على هذا السؤال جواب تفصيلي شوف المسؤول الأول في الملف الأمني منه قادر عن قوات المسلحة في لقاء تم دعوته في بيت الدكتور سليم الجبوري وأحضرنا كل الهيئة السياسية لتحالف القوى الوطنية والرجل أيضا جاب بياه فالح الفياض باعتباره رئيس هيئة الحجد الشعبي ورئيس جهاز الأمن الوطني ومسؤولين في الملف الأمني أيضا جابهم بياه وصارت قاعدة صريحة معه في موضوع المختطفين والمغيبين ابتداء من جرف الصخار إلى السقلاوية إلى موت ثرثار شي اسمها بحيرة الرزازة إلى مختطفين الرزازة هذا قبل عدة تشهر من صارت الحادثة ورها وقعدنا وياه وقلنا له يا رئيس الوزراء أحنا أبنائنا مغيبين وأعداد ألف وثمانمية من الرزازة ثلاثة ألاف من جرف الصخر ستمية وخمسة وثلاثين من الصقلاوية وهلقد من صلاح الدين هلقد يعني من سمرة يعني جوابه كان أنه أنا ما عندي معلومات عن هذا الأمر قلنا له راح نجيب لك معلومات وبالدقة بالأسماء وبالتواريخ وبالأماكن الاختفاء ووصلنا للأسماء والأماكن الاعتقال وشون أخذوا والجهة التي أخذتهم بس صدقني حتى رئيس الوزراء غير قادر على أطلق صراحهم لسبب أن هؤلاء ليسوا عند الجهات الرسمية في الدولة العراقية وإنما عند الفصائل التي خارج إطار الدولة يعني هم خارج سيطرة الدولة أصلا فهذا الموضوع نحن متابعين خطوة بخطوة وما تركينا نهائيا لأن هؤلاء أبنائنا المغيبين ديكتور خلينا أقيم المتابعة حسنا حضرتك جاوبة وقلت نحن نريف متاركي ومتابعي وبالتفصيل وبالمناسبة مع أكثر من قيادي سني أنا نناقش هذا الموضوع والكل سردوا لنفس التفاصيل هذا كلام يعني صحيح؟ صحيح؟ حتى هذه الجلسة مع رئيس الوزراء تقريبا نفس التفاصيل قبل ما أجل موضوع تقييم الأداء أريد أسأل قدمت وثائق تثبت بأنه هذول الناس حقيقيين مو كلام يعني أسماء وعناوين سعدون أسماء وشهادات لذويهم لأن مثلا مات الرزازة هم ناس طلعوا من الأنبار وصلاح الدين ونينوى طلعوا الجزيرة الجزيرة لأنه أريد يعبرون من داعش ما يردوا يبقونوا يا داعش يردون يجون للدولة لحضن الدولة لأنه ناس مواطنين أبرياء ومواطنين صالحين ويريد يعبرون للدولة طيب أكو شهادات إذن طبعا وعوائلهم جاي يقولون وطبعا بالمناسبة صورت هذه التصاوير شهادات العوائل وقدمت قالوا عزلوا الرجال عن النساء والأطفال أخذوا الرجال وتركوا النساء والأطفال هذه شهادة عيانية حجب فوصلت هذه الوثائق إلى رئيس الوزراء يعني الآن هذه مو أعداد بالهوى لا أعداد عن ناس حقيقين لما تقولون 3000 هذه 3000 حقيقية خلي أكمل الموضوع وموضوع تقييم الأداء أعزائي المشاهدين بعدها لفاصل قصر موسيقى من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين وهذا الجزء الثالث من حلقة اليوم مع الدكتور أحمد نمساري رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية دكتور وصلنا للموضوع جرف الصخر جرف النصر أو جرف الصخر الآن بالنسبة للموضوع التقييم المواطني يقول لك أوكي هذا الكلام حلو أنتم رحتوا وجيتوا مدرشين بالنتيجة نحن نريد قبض نحن لحد الآن ما قبضنا الأمهات الزوجات الأطفال يقول لك نحن ما قبضنا وبالنتيجة أنتم الموجودين في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة مجلس الوزراء وفي رئاسة البرلمان موجودين وبالمناسبة موجودين حتى بأجهزة الأمنية بالأمن الوطني من الموجود نحن لا لا المكون ما خالف لكن من هو صاحب القرار قبل القرار هات ببقي جدا ممون موجودين بالأمن الوطني ما خالف حتى لو كنا موجودين أخي من هو صاحب القرار في إطلاق صراحة أو لا أنا ما أتكلم عنه هي مو الدولة لو كان عندي الدولة أخي كننا أطمئنينه يا دكتور تحملني أنا ما أكبلت سؤالي أنا أتحدث عن تقييم مواطن نعم ناس يعني مثل ما الحكومة قالت يا بي جونا داعش احتلونا الناس يقولون ما لنا شغل هاي مسؤوليتكم تخرون داعش الآن المواطن يقولكم مسؤوليتكم كممثلين اطلعون تقول لنا وين ولدنا عدلين ميتين هاي المسؤولية وهذا التحدي دكتور تقول لي هذولا ناس خارجين عن سلطة الدولة اقول لك صح تقول لي حتى الامن الوطني ما يعرف بيهم وين اقول لك صح تقول لي حتى رئيس الوزراء غير قادر على مواجهة الفصائل اللي اختفتهم اقول لك صح بس تبقى مسؤوليتكم تبقى مسؤوليتكم اذا كان رئيس الوزراء غير قادر فعضو مجلس النواب يكون قادر هل عنده العصة السحرية انا مسؤوليتي ان ابقى متابع ومطالب بهذا الحق ولن اتنازل عنه ولن اتنازل عن مغيب او معتقل واحد وسابقى وطالب به ربما تكون المسؤولية سحب الشرعية عن عملية سياسية او عن حكومة تعتقدون انها تغيب ابنائكم من خلال الاستقالة مثلا يعني لو كان ذلك يجدي ويطلع ابنائنا لو كنا فعلناه من زمان لكن صديقنا انهم سهم نشتغل سياسة ونعرف شون نتصرف لكن هذا غير مجدي غير مجدي يعني سحب الثقة انسحابنا من العمل السياسي انه نقول خلاص ما قدرنا نسحب شي خلن نسحب وبعضين شنو النتائج سيكون الضرر اكبر استنفذتوا اذن كله؟ سيكون الضرر اكبر لكن نبقى نطالب ونتابع ونحاور ونتفاوض ونناقش الى ان نجد ابنائنا وهذا الملف حتى احنا بالمناسبة شكلنا لجنة بالبرلمان المجموعة البرلمانيين لمتابعة وصوتنا عليها بالبرلمان لمتابعة المختطفين والمغيبين اثناء عملية تحرير من داعش هذا الموضوع ما تركينا ملف مهم بالنسبة انه لجنة يا دكتور واللجان اعمالها غالبا بالعراق لا تنجز اعمالها نحن لا نملك قوة عسكرية حتى نفوت الجرف الصخر لو نفوت لأي منطقة ونفتش عن ابنائنا نحن نؤمن بالعمل المؤسساتي نحن نطالب الدولة بمؤسساتها لانه نعتقد ان الدولة هي من تمثل الجميع ونحن نؤمن بالعمل المؤسساتي ونبقى نطالب كل اجهزة الدولة متمثلة دكتور نحن نحن نتحدث بالأجهزة الأمنية بالمخابرات ونحن نجد لنا حلا في ايجاد هؤلاء المغيبين دكتور انا طبعا من ادقق بالموضوع هي لانه هو موضوع بصراحة نعم صحيح خطير لانه لو هم فعلا اكو هيك عدد وهذا معناته اذا اكو قدرة على تغييب اكثر من 3000 واحد معناته احنا مو بدولة او هو بالحق خليك اميل السؤال رجع خليك اميل السؤال رجع لا لا معلومة فيدك في هذا المكان 65 واحد طلعوا من عدهم تم اطلاق صراحة حمسة بطريقة ما علاقات شخصية تأثيرات ما دل كذا قالوا احنا كنا في المكان الفلاني طبعا موجودين في جرف الصخر في مظافات ومدارس وبنايات في جرف الصخر وقالوا كنا موجودين وعدات كبيرة جدا لكن هل الدولة قادرة على ان تدخل في جرف الصخر وتقول دولة شنو دكتور انا ما اقدر اعتبر هذا وثيقة لان هذا يبقى كلام يعني جوز ما نقول لك من عدة اطراف او مباشرة او ما الى ذلك بس اريد اقول لو يكون هذا العدد حقيقي والدولة ما تقدر تطلع مواطنين ممسوكين ولا تقدر تدخل بالتحقيق معاهم هاي معناته مو دولة لو هذا العدد منصار ثلاث سنوات تقريبا نتلوحون بي من اجل تشويش الوضع ولذلك اريد اتوقف عنده اناقشه ولذلك اريد اقيم بالنيابة عن ناخبيكم اذا يعني هي النيابة من حق الاعلام يقولانا انوب عنهم بالحديث انه اناقش هذا الموضع قصدي هذا الغرض من تفصيل هذا الموضع لان العدد مهول اكثر من التحتالى هذه حقيقة اخي ليست تشويش ولا ابدا يعني صدقني يعني انت من الطالب بهكذا عدد مو احنا بس احنا نطالبين عوائلهم عوائلهم جاء وقدموا وثائق وقدموا اسماء مثلا جماعة الصقلاوية اخي قدموا وثائق كاملة باسماءهم وبالشهادات عيانية عليهم ولحد الان ايضا ما جاء نجد لهم اثر يعني شنو نقدر نسويه هذا الوضع الموجود ليش مواطننا ما يعذر هذا الامور بعضهم يقولوا لا انتم هي هاي مسؤوليتكم لا يوصلنا الى المستحيل هو يعرف انه ماكو تقصير في البحث عنهم وفي المطالبة بيهم وشايفنا احنا يوميا بالاعلام بالمواقف باللقاءات بالمفاوضات سواء كان العلنية او السرية مطلبنا الرئيسي هو هؤلاء المفقودين والمغيبين هسألوا طبعا سألوا احنا نطمئن انه موجودين عنده الدولة راح تقولوا لي احنا نطمئن نقول خلاص موجودين عند الدولة وياخذوا الجزاء ويتعرضون الى محاكمة من كان مسيئا فلياخذ جزاء ولي ما عنده شي خليد يزول اهل انتم الان دكتور الناخب راح ترجعون وتقولوا لي احنا راح نستمر نحاول نطلع ابنائك بعد ما مرجقت طبعا صار سنتيلا ليش ما عندنا يعني دل خلاص اخي ناخبنا انت لا تقبل مكان ناخبنا ناخبنا يقدر ويعرف من هو اللي جاي دافع ومن هو اللي جاي طالب ويعرف كل زين وهو منصف وسيعطي كل ذي حق يعني ما ناقش هذه الاشياء مو نقاش مو بالطريقة الصحيحة اخي انت كإنما تخلي انه اكو تقصير في هذا الملف وانت بتضبط نفس تقول انه اليوم الدولة غير قادرة على انجازها انا اقول لو اذا كانت الدولة غير قادرة فكيف يكون عضو مجلس نواب قادر انا اقول لو الدولة غير قادرة لو اكو 3000 او اكثر فعلا محتجزين بجرف الصخر او غيرها يعني ابنص العراق دكتور والدولة ما تقدر تقتحمهم ورئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز العمن الوطني ورئيس هيئة الحجد الشعبي يقولون ما نقدر نوصل لهم او يقولون ماكو معناتها احنا منهوبين لو هذا انا قلت هذا الاحتمالي لو هذا صحيح معناتها ماكو دولة هذا الاحتمال طرحتك انا خلاص احتمالي يملك اخذ اللي تريد منه لكن اقول لك هذه حقيقة موجودة وسنبقى نطالب بهم هم ابنائنا لتعتقدون ان المناطق المكونة السنية اللي هي مناطق تحررت من داعش مهيئة لجو انتخابي ما نقول علي سليم منصف لان انتم قبل ما يتحدد موعد الانتخابات ما حاجة انا انا اقول لك احنا شن كان موقفنا قبل تحديد هو هذا اللي انا اقول هو هذا اللي انا اذكر بي شن شن موقفنا كنا نطالب بالتأجيل شن سبب التأجيل مو لانه ما نريد انتخابات بل احنا بالعكس نعول كثيرا على هذه الانتخابات لتغيير حقيقة المرحلة القادمة ولكن نريد ان تحصل الانتخابات باجواء اكثر ملاءمة فالان الاجواء يعني على كل الامر قد حصل اذا علينا ان نعد العدة لهذه الانتخابات بما انه لم نستطع ان نؤجل وهذا الخطاب لاهننا وجماهيرنا وخاصة في تلك المحافظات باننا بما انه لم نستطع التأجيل فعليكم ان تقبلوا هذا التحدي وان تعدوا العدة الانتخابات لانه هذه الانتخابات ممكن ان تكون منفذ حقيقي للتغيير المرحلة انا اريد ان اناقش دكتور ايضا ارجع لمسؤولية القيادات السنية اريد ان اناقش القضايا اللوجستية انتم مطمئنين بانهم في وضية الانتخابات اللي تعرف حضرتك الموازنة تأخرت عليهم وهم كان قانون الانتخابات تعثر الان هاي المفوضية كجهة انفيذية قادرة على انه تقود الانتخابات في هذه المناطق بشكل مقبول اللي طبعا اللي حسب تواصلنا مع مفوضية الانتخابات ومع الجهاد ذات الاختصاص بانه العملية الانتخابية ستحصل في موعدها وبالطريقة التي تتفق عليها وانت تعلم بانه احنا صوتنا على قانون انتخابات في عدوى فرز الكتروني في كل مناطق العراق ويجب اعادة النازحين الى مناطقهم ويجب ان توكل عملية حماية المراكز الانتخابية والمناطق حضرتك مو معترض حضرتك مو معترض من قبل الاجهزة الامنية المحلية حلو وان يتم سحب الفصائل الحشد خارج المناطق مو حضرتك معترض على اجراء الانتخابات قبل سحب الحشد نعم مو خاضعت راضة نازلت طيب هذا هذا الان يصير طبعا الحكومة يلزمت نفسها بتعهد وصوتنا على هذا الامر في قانون الانتخابات وصوتنا بقرار صوت عليه البرلمان بان حماية العملية الانتخابية يكون حصرا من قبل الجيش العراقي والاجهزة الامنية المحلية شنو معناه سعدون معناه ان الحشد يجب ان لا يكون موجودا في تلك المناطق اثناء الانتخابات وهذا السبب ليش مو موقف ضد الحشد انا اريد ان اخشه لا ابدا هذا ليس موقف هو هذا لي اريد ان اخشه وانما لاننا نعتقد بان الحشد اليوم لديه اجنحة سياسية اليوم الحشد كل الحشود صارت هي عبارة عن احزاب سياسية وستخوض الانتخابات فمنها هو حزب سياسي سيخوض الانتخابات ومنها عند الجناح مسلح اذا ستجير الصناديق وسيتم التأثير على العملية الانتخابية لصالح الاجنحة السياسية هذا اللي نتخوف من عندنا اناريد ان اناقش هذا اولا اكو عندنا موضوعين موضوع امني انه تعتقدون وجود الحشد بالمناطق الانتخابية ومع الاشارة واسمح لي واسمح لي المشاهد الكريم انه تقصدون هذا حشد شيعي لا 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 كل الحشد حتى في كل كلامنا كل من يحمل سلاح حتى الحشد العشائري حشد العشائري ايضا هو اجنحة مسلحة لجهات سياسية وايضا هذا الحشد رح يستخدم قوة المسلحة للتوجيه الانتخابات كرت عليه الوقت ما هو لازم يجي لازم توصل للحقيقة يا حقيقة كرت عليه الوقت ما المحاور كلها راحت الثاني وصلت الى نهاية هذا البارد رح اجل النقاش على موضوع الحشد اعزائي مشاهدين بعد هذا الفاصل الاخير اهلا بكم عزائي مشاهدين وهذا الجزء الاخير من حلقة اليوم دكتور موضوع الحشد بعدة مفاصل انا اريد ارجي بالبداية المفصل سياسي انتم تقولون او حضرتك الانجليت بانه يابا هذا الحشد يرتبط بجهات سياسية والسؤال مو القانون يمنى الاحزاب اللي عدتها ادرع عسكرية تشترك بالانتخابة صحيح طيب الان خلنا كمل خلنا كمل الان اكو احزاب مشتركة بالعملية السياسية او ادرع مسلحة اكيد اكيد طيب هاي همي المسؤولية ما قمت بيها تجاهنا اخي بيكم ليش اخي احنا شون صوتنا بالبرلماء انا ما العلاقة عن مسؤولية الحكومة لا سعدون لا لا مسؤولية الحكومة انه اي جهة مسلحة يجب ان تحل نفسها مفوضية انتخابات مو محاصصة 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 او لا حتى لو كانت خلنا افترض ان محاصصة لكن هذي مسؤولية الحكومة وليست مفوضية الانتقابات خلينا كن واضحين مفوضية انتخابات عليها ان تمنع او تحل اي جهة مسلحة خارج اطار الدولة دكتور معناها تتقولون للناخب بأنه كل ما تأتي مسؤولية تقولون مسؤولية الحكومة مسؤوليةكم شنو هل أنت عندك السلطة التنفيذية أنتم موجودين مفضل الانتخاب لا لا لازم تكون منصف هذه مسؤولية الحكومة هذه ليست مسؤولية أنا كعضاء مجلس النوار أنا عليها صوتت بالبرلمان وحنصيت موقف هذا موقف لكن السلطة التنفيذية هي الحكومة وعليها أن تقوم بتنفيذ ما صوت عليه البرلمان أوضحها تنظري ليش لعد تتحاصصون مفوضية الانتخابات إذا بالنتيجة أنتم ما تقدرون تسوي شيء لا خليتوها مستقلة حتى تتحقق هذا المطلوب أنه ما تخلي أي حزب عند ذراع سياسي يشترك في العملية الانتخابات موضوع مفوضية الانتخابات أنا من البداية كنت مع أن يكونوا قضاة وليس مرشحي أحزاب أنه تدري الكتلة السياسية هي بعتت مرشحين وأنا كنت ضد هذا المبدأ وكنت من المصوتين على مبدأ القضاة لكن هذه أغلبية البرلمان كتلة السياسية والبرلمان أخي الأغلبية بالتصويت فمررت لأنه الأغلبية تريد ذلك لكن من تجي تسألني كموقف أنا كنت مع أن يكونوا قضاة حتى لا تكون هناك لا محاصصة ولا تمثيل أو تدخل للكتلة السياسية في موضوع مفوضية خلي أجل للشطر الآخر من السؤال الآن وفق هذا المنطق هذه الجهة المسلحة الحجدية تقول لك أنا جهة وفق القانون موجودة وما أمثل جهة مسلحة ليش أن القانون منع ما يمثل جهة سياسية قبل إيه ما يمثل جهة سياسية وأنا جهة أمنية وحاضر في منطقة ليش تطلعني أولا جهة تابعة للحكومة حاشة شعب تابعة للحكومة وموجودة في منطقة مو بكيفية بس خليك أمري السؤال هذا الحجي هذا الحجي مو صحيح هذا الحجي مو صحيح أنا أرد أسألك سؤال ما تسألني قل لي العصائب مو أكو فصيل مسلح اسم العصائب زين مو أكو حزب سياسي اسم العصائب هذا منو هذا منو شلون أنت قل لي يعني ليش تاكتين أنا أقول لي ليش تاكتين ما أعرف أرفع دعوة قضائيا لا 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 موقف البرلمان صوتنا عليه ننتظر الحكومة الجهة سوي ننتظر الحكومة أقول لك لشكال يوين دكتور إيه أنا ملتق طبعا باعتبار إعلامي ويتناطق باسم المفوضية ويتناطق يقول لك المفوضية يقول لك شين المعيار من يقول لنا هذا الحزب عنده فصيل مسلح لو لا من يقول لنا الأمن الوطني يقول لنا الداخلية تقول لنا منو المحكمة تقول لنا مهي مشكلة أنا أقول أنتم لو ساكتين عن الموضوع فإذن هو قانوني لو مو قانوني لا سكتون عنه مو ساكتين عنه ولما انتجن ومنو قال لك ساكتين إحنا يعني هذا الصوت كله وهذا الكلام والانتقاد وهذا الموضوع ما فد يوم مر إذا ما تكلمنا أنه على الحكومة أن تبعد الفصائل من الانتخابات على المناطق لازم تكون محمية من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية وليس الحشود لأن الحشود فصائل وعدها أجنحة سياسية ما يوم عبر إذا ما كان إنه موقف أو كان إنه تصريح أو كان إنه بيان فلازم تكونوا منصفين في هذا الأمر هذا لازم يثبت يا أما أنتم ما تتابعون المواقف يا أما تتقصد أن تخفي هذه المواقف أنا أتقصد؟ يعني خلي أقول لك خلي أقول لك لماذا هو الأداء المسؤولية بالحشي بالتصريحات؟ أقول لي أنا منه أنا لا عندي سلطة تنفيذية ولا عندي قوة أسكرية حتى أقدر أنا عندي موقف أنا برلماني عندي موقف وهذا موقفي المعلن يعني أنتم تقولون إحنا ما موجودين بالحكومة أبد؟ لازم أنا بيانات المتحدة الأمريكية المقدرة على أن تغير كل شيء لا مهيتي بس قصدي تحالف القوى نعم تحالف القوى المقهوم منه موقف لا لا موجود بالحكومة الأولى وذا موجود موجود بالمفوضية الأولى وذا موجود ما راح يقدر يسوي أنا راح أسألك سؤال المفوضية شكرا عددها؟ 11 المفوضية 11 نعم الشي يقدر يسويون اثنين إذا كنا نتكلم عن يمثلون الشي يقدر يسويون 2 من 11 جاوبني شي يقدر يسويون لازم الكلام يكون بهذه الطريقة إذن العملية الانتخابية جاية مشرعية لماذا مشرعية؟ لأنه تجيب هذا الجو إذا دخلت فيها وإحنا بعدنا ما خضنا العملية الانتخابية وسنراقب العملية الانتخابية إذا حصلت وفق الاتفاق اللي صوت عليه البرلمان لا شرعية وسنعترف بها وسندعمها لكن إذا حصلت بالطريقة اللي إحنا متخوفين من عدها أكيد سنطعن بشرعيتها طيب أريد أنتقل الموضوع آخر في تصريح الحضرتك قديم في 2011 عن الأموال الـ 44 مليار دولار اللي أنفقها المالكي بذاك الوقت كانت يعني مو من ضمن وثائق مو من ضمن الموازنة أو فتشي سبع دولار مليارات ستدور دفاتر عدتين لا يخالف سبع مليارات من عدها لم تسجل في الموازنة نعم هذا كلام الحضرتك كأعضاء مجلس نوام تابعت هذا الموضوع؟ طبعا أكيد أنت تتذكر أصلا ليش صار استجواب للمالكي ومرتين سوين استجواب وما جاء على هذه الأمور والقبض شنو على هذه الأمور والقبض أن المالكي ما جاء ولاية ثالثة هذا أحد أسباب عدم و الفلوس عدم الاتيان بالمالكي بولاية ثالثة و الفلوس الفلوس الجهات الرقابية أكو ديوار رقابة مالية وأكو هيئة نزاهة هي اللي تدقق مو أنا دقق أنا علي أنطي الموقف أدري بس البرلمان هل سحنا يعني لازم أحمد المساري هو الذي بيده العصر السحرية الذي يجب أنه كل شي سوي بيده أنا الآن أتكلم أنا علي الموقف أبين الموقف في ذلك الوقت أنا قلت الموقف أنه هذه الأموال غير مسجلة وهذه الأموال على الجهات الرقابية المختصة أن تتابع الموضوع والحكومة المفروض هي كانت التابعة طيب والبرلمان سلطة عليا على الجهات الرقابية على الجهات التنفيذية على النزاهة سعدون فجعك شوية إلى فترة الدورة الماضية منو كان أشد معارض للحكومة في ذلك الوقت منو كان منو أحنا أحنا كنا أشد العراقية كانت في ذلك الوقت طبع وأحنا كمواحد بالعراقية كنا قايدين هذه المعارضة طيب ليش أتيجة هذه السياسات أنا ما أقتل لدينا شي شخصي يا سيد المالكي أنا ما أقتل ما أقتل عدنا شي شخصي عدنا اعتراض على سياسات خاطئة وهذا موقف أنت اليوم أنت تعبر تعبر عن موقف تقوله خلاص أنت لا عسكري حتى تتحرق الجيش وتتغير مثل ما أنت تريدني أسوي أنا ما أريد أنت تقول شو ما سويت شو ما سويت شو ما طلعت راح أتعلم أنا مصاحب قوة عسكرية حتى أطلع أغير بإيدي بالقوة أنا أغير بالموقف أنا أعلن عن موقفي وأطالب الجهة التنفيذية بالتغيير ليش هم الناس اللي تتهموهم بأنه ما طبقوا القانون وفق المعايير المضبوطة سواء بموضوع الأموال المحجوزة أو بموضوع الحجد الشعبي هذولا ما طبقوا القانون بالعسكر أقول لي من المالكي يعني أخذت عليه هذا الماخب ومرتين سوينا الاستجواب مرتين وما جاء الاستجواب تعرف وبعدين من ما جاء الاستجواب بدنا بعملية سحب الثقة تذكرها وجمعنا التواقع لسحب الثقة وكانت معركة سياسية في وقتها هذا الدورة اللي تقدر تقوم به هذا اللي دير أنت لو كان نقدر سوى القلاب على المالكي قلاب عسكري بضل لكن راح هساني دكتور راح أرجع أبلور الموقف كل اللي حضرتك يعني تعتبرني بي مثلا ما منصف أو تعتبرني لو نجبع كل هذا اللي لمهن موضوع الحجد الشعبي موضوع جرف الصخر والمفقودين بي موضوع عودة النازحي مواضيع أخرى كثيرا تعتقد أنتم بهذا اللي كلهم أديتم مسؤولية عليكم نعم نعم الله يشهد أنه قمنا بدور كبير جدا في موضوع خلاص أنت هذه مواقفك ثابتة واضحة وقوية في هذا الموضوع لازلنا نطالب ومتابعين هذا الملف خطوة بخطوة في موضوع المغيبين والمختطفين موضوع النازحين استطعنا أن نعيد عدد كبيرة أنا قلت لك في بغداد هذا الملف يخصني أني بالغداد رجعنا كل النازحين في الهجرة تقول أنا خني جيك محافظة في الهجرة تقول أنا رجعت لا 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 هذا الموضوع جزاهم الله خير للأجهزة الأمنية المتمثلة بقية عملياتهم اللي تعاونوا إيانا في موضوع عادتهم نحن عدناهم بالتعاون مع عاقية عمليات بغداد زين بالنسبة للمناطق الأخرى سالأنبار صلاح الدين إعادة جيدة للنازحين أكو مناطق لا زالت ولا زلنا نطالب ونصر وبقوة على إعادتهم لو قارننا دكتور بينكم وبين النواب الكرد بالنسبة لتحقيق غايات الناخبين أو مطالب الناخبين المشاكل اللي عندنا تختلف عن المشاكل اللي عند الكرد نحن المشاكل اللي عندنا مشاكل كبيرة جدا وبالكوارث مو مشاكل هذا اللي نقدر أن نأدي تجاه هذه الكوارث التي حصلت في مناطقنا هل تسمي الخراب الكبير اللي حصل نتيجة داعش ونتيجة قبل داعش السياسات الطائفية اللي انتيجت بناتقنا كانت مواقفنا أيضا وإن ترى يعرفون مواقفنا في الدقيقة الأخيرة دكتور أنتم مطمئنين بأنه داعش ما راح ترجع إن شاء الله لن تعود داعش والعراق سيبدأ أهد جديد والانتخابات القادمة ستكون عهد تغيير حقيقي وإصلاح حقيقي والكرة في ملعب الشعب العراقي أن يختار اختيار صحيح وأن لا يعيد كل فاسد أو أن انتهج السياسات الطائفية خلال ما حال الماضي المشاكل اللي أدت إلى استحوال داعش أو احتلال داعش العراقية انتهت إن شاء الله انتهت يعني كانت على رأسها السياسات الطائفية واليوم السياسات الطائفية قلت كثيرا كثيرا واليوم أكو تغيير كبير عن الواقع السابق يعني حتى وحد يكون منصف تجد قارن اليوم هاي الدورة من الدورة التي سبقت ستجد فرق كبير حكومة برلمان طبعا حكومة برلمان ستجد فرق كبير جدا هذا اللي احنا نبني عليه للمرحلة القادمة أن يكون التحسن أفضل والتغير أفضل في كل شيء والمعركة القادمة أنا أعتقد هي معركة ضد الفساد وعلى الشعب العراقي أن يعيننا في هذه المعركة من خلال إبعاد الفاسدين وعدم انتخابهم مرة أخرى أنا أشكرك دكتور وأرجو أنه تغير نظرة عدم الأنصاف اللي غلي دعني أنا مسؤوليتي أسأل أنا أعرف أن يطلع معلوات عزيزي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى تشريفنا بمتابعة الحلقات شكرا